سلام عليكم الإخوان كما تشاهدوا الحمد لله اليوم يعني مع بداية سنة جديدة 2023 عاد تفتح لنا هذا الموقع ديال كيفاش نعرفو الإحصائيات ديال القرعة الأمريكية أو تأشيرة التنوع فالموقع هو هذا الرجاء تكتبوا غير ديال يتويني توني تريد ويأتيكم هذا الموقع هذا اللي كنتشوفو هو ديال الإحصائيات وكان واحد خار ما زال ما تلقوش هانت على جيتو هنا يا 2023 انتم ما غير يقولوك هو اليوم خصويت تطلق اليوم يعني ما نعطوش في هذا الوقت ربما غذيت تفتح وكان هذا دب اللي غذيت نشوفو به فيه بعد آخر الإحصائيات كنظرة أولية فكن كليكيو على هذا الموقع هذا يعطينا هنا كما كنتشوفو هنا يا عرل يصر ديالكو كين يعني من السنوات اللي قبل 18 17 يعني من تحت القاعة 15 وانتطالع الثالثين وعشرين وعشرين فهنا الى الجينات الثلاثة وعشرين كيعتكم هذه الصفحة هذه فكتشوفو هنا يعني الرجيون بالنسبة للناس يعني ديال 23 وعشرين وعشرين فرام طبيعة الآن أول مرة يشوفوا هذا الشيء أول مرة يسمعوا بهذا الشيء وغيروا هذا الشيء ويطرحوا الأسئلة ديالا شهد الشيء شنو هاد الشيء كيف شهد الشيء من ناشو بحالش نحاولو نحاولو قدر المستطاع نشرحو لكم هاد الحويجات هادون تمنى ما يكونش الفيديو طويل ولكن رهبينة يعني المعنى كيما كنقولوا فهنا كما كنتشوفو هنا الطابلو هذا عطيكم بعض الألوان اللي كتشوفو يعني هما اللي كبينون شوية اللي هما الملفات او الكيز نامبر او ارقام الحالة اللي ما زالين آآ ريدي ما زالين يعني يالله جاهم الموعد مازا مدوزوش مقابلة هادو اللي بهاد زرق مفتوح هو انترونزيت اللي عاد تحول الملف ديالهم من هنا من المركز الوطني التأشيرات اللي هو ات ان في سي تحول لهم الاسميتو الموقع للقونسولية عفوا القونسولية في البلد ديالهم اللي احدها او تاني لازدنا اللي احدها هنا يعني تلقوا هادو الابي اللي هي ادمنستراتي بروسيسين للناس دوزوا المقابلة وتعطاهم اجراء اداري هادو لون هذا الله زادوه اللي هو هادو المادة المادة ميتين واحد وعشرين من قانون الهجرة والجنسية اقلوا عليها ما يبليكم المهم هذا اللون صفر هي الات اين فيسي اللي هو ات ناشيونل اوف فيزا سنتر اللي هو المركز الوطني يعني تشيرت هنا في امريكا اه هذا بزرق اللي هو الهول يعني كيبقى ما ملف ما ما محطو توصافي ما ادار فيه تشي اجراء ما كتعرفوا واش خاوي ولا عمر ولا صافتو ولا ما صافتوش واش تهزو ولا ما تهزوش الاخير فالحبطنا نزيدو نحبطو هنا لتحسك تلقى هنا الجهات يعني افريقيا اسيا اوروبا اه الاوسيانا صوت امريكا الى غير ذلك فهنا اللي هادو اللي بغيت نوريكم هنا فمثلا هنا كتلقى اه كدير اسميتو القنصوريال اللي انتا والبلد اللي انتا مثلا كتدوز فيه مثلا غنختاروا كازابلانكا وغنكتبوا كازابلانكا هاي عطتكم كازابلانكا ماروكو وغنشوفوا هنا وعطانا اوتوماتيك مو اعطانا شحد الاحصائيات هنا الفوق بحثوال اخوان اذا هنالا جينا نبدأوا من هنا شوفوا شنو مكتوب الفوق ما بين ذاك واحد والف وواحد يعني تتتتتتا advances فيزا 3 ب Sweden ! اتتتت تعلم معها مشكلة أي ايام بتود هنا فيزا مفهوم الإخوان الأخوان الفائزين 23 أو 24 كيف يقرأوا الإحصائيات إذا تعود الثاني للكورون الثاني سألقى الناس الناس اللي عندهم الكيز نامبر ما بين ألف ما بين ألف و ألفين ما بين ألف و ألفين 38 واحد خذت تأشيرة 6 مازالين على غير دوز الموعد الأجراء إداري ما كانش 3 تعطى لهم رفض تحت هذه المادة هذه يعني ما زال ماشي رفض نهائي يعني ربما راح غيجيبوا شيء واتقاء أو اللي يتأكدوا من المعلومات أو اللي يسيفطوا لشوهيد من دراسية أو لا أو لا أو لا عادي عاودوا ينضروف الملف ديالهم هنا واحد اللي تعطت له فيزا مرفوضة ما بين هاد ناس اللي عندهم الكيز نامبر ما بين ألف و ألفين و ألفين مفهوم؟ إلى آخره باش ما نطورش الفيديو غنوصلنا هنا لها التالي هذا مثلا هذا اللي هنا أنتما ما بين حضاش اللي عندهم الكيز نامبر ما بين 11 ألف و ألفين و 12 ألف إشيذ مازال تواحد ما تطبعت له الفيزا كلهم ما زالين تقريبا ما زالين إجراء إداري وتسعود عندهم تحت هذه المادة هذه 121 ما زال عندهم يعني رفض ولكن ما زالين تحت هذه المادة هذه ماشي رفض نهائي فهم إلا جدنا الأرقام يعني الكيز نامبر هنا في نواصلات الخضر هذا يعني ما بين 16 ألف و 17 ألف كينين 17 لمازالين الريدي لاحظوها الإخوان أنا نقرب لكم هنا أو ما بين 16 ألف و 17 ألف عندهم 17 الريدي إلا إستعود تاني نجي مثلا هنا لها دايوف كينة واحد لعيبة خضراء شوية يعني واصلين هنا لكيز نامبر مثلا في المغرب فين واصلين واصلين لكيز نامبر ما بين اللي تصلوا بالموعد كين واحد تصل بالموعد الرقم دياله ما بين 19 ألف و 20 ألف ربما غيكون 19 ألف وشي حاجة وشي صريف والمهم قل من 20 ألف فهمتوا الإخوان واحد اللي عنده اللي عنده رقم دياله الريدي فهمتوا ده ما عطيت مثال غيب القنصرية القنصرية ديال كازا منسبة الإخوان في الجزائر وكذلك ميصر وتونس وليبيا موريطانيا كلهم يديروا مثلا القنصرية هنا ألجيريا هاي ألجيريا تعطينا ألجيريا تعطينا ها هما الإحصائيات ديالهم مثلا نعود هما نصلوا بتالي المهمش حل اللي خدوا الفيزا هنا هنشوفوا هذو النسل عندهم أرقام ما بين 11 ألف ما بين 11 ألف و 12 ألف واحدة وربعين لماذا زال الريدي وتسعود خدوا الرافض من خلال هذه المادة 21 ديال كانو الهجرة والجنسية وهنا هنشوفوا هنا شحال الإخذة مازال إذن هنا هما ما زال هنا 15 ألف لإخذة والتأشيرة اللي ما بين 8000 و 9000 إذن على أي هنتم شتودوا كيفاش تقرؤوا الإحصائيات هنا في هذا الموقع هذا إلا هبطنا هنا لتحت هنتم هنجدوا معي لتحت هنا هتلقاو هنا هذه يعني الشحال هما باش مثلا الشخص يعرف شحال قبل منه وشحال ما زال بعد منه تجي هنا تطبي بدون أصفر أو مع تطبي هنا إكزامبل كيز نمبر إكزامبل كتب هكا 2023 AF وكتب الكيز نمبر بلا أصفر وغير تشيك وغير يعطيك شحال من عادات قبل منك وشحال ما زال مورك فأنتيني باش تعرف شحال قبل من ومن بعد من المنزل هدا إذا جيتوا لتحت سأعطيكم موحد لباش هذي في نحط الدباء الكيرسور ستجدوا إذا افتحت ها سأعطيكم موحد لباش دي اشمال قنصول يبغو وكليك عليها ستجدوا العدد التأشيرات التي تطبعت فهنا اضطيت مثال غير باش ما نطوش الفيديو انتم لا رأي حل انا نقل لكم هبغت لتحت شوفوا الكيز نابر 1258 1400 انا هبغت وقيلة 8800 8800 آخر الرقم تعطي التطبع يعني تطبعت التأشيرة هبغت اخير كيز نابر تطبعت 8493 هاتش في كازا في كونسولية دي در البيضاء بالمغرب اخوان انا اعطيت غير مثال هكا رجاء انباش منطول انا لنشرح بكل كونسولية كل بلد اغان نبقى هنا كما نقول وعاد غتشوف الناس اللي مازال عندهم انترونزيت مازال عندهم الريدي الى طويل يعني ما زال تدلوا تحديث مرة اخرى ان شاء الله رحمه الرحيم فهنا نجد نكمل في هذا الموقع هذا هنا هنا مثلا في عدد الرسالة الموعد اللي جات الافريقية 746 واسيا جوج اوروبا الله واحد 749 اه 749 مع تشكي بلكم هيا 746 949 كانت نرى ما زال لا تحديث 100% دياله هنا هذا ما يشرح لكم هنا على المادة 221 اللي شفناها هنا بهذا اللون هذا الشوال الاخوان ها هي 221 يقول لكم ان هذا ضابط الهجرة ممكن يرفض لكم اسميتو تأشيرة تحت هذه المادة هذه ولكن ليس يرفض نهائي حتى مثلا نجيبوذ كما قد لكم تأكد المعلومات لكم او لا وهنا جوج الاحتيمالات جوج الحالات التي ممكن الهجرة يرفض لكم تأشيرة وهي اللي تجد في تشيك وستاتي تجد اما هذا الأول مكتوب هذا 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 مكتوب 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 هذا يعني ترفض الفيزا 100% التحتي التي أعطت لكم تحت المادة 121 ولكن تأكد من المعلومات أو في انتظار التوصول بالميلف الطبي أو في انتظار وثيقة تطلبها منك إلى غير ذلك بفهم الإخوان هذا الموقع الإحصائيات كانت أنها واضحة واضحة فيما تحتاج زمال الصح ومنتها الطابلو لا يجمع فيه كل شيء يعني في إفريقيا حال الفيزا هذا العدد الذي يكون الفوق لا يكون كبير من العدد التحتاني وبالتالي هذا العدد الفوقاني هو عدد تأشيرات يعني عدد الفيزات أما الرقم التحتاني هو عدد كيز نامبر كما قلت فيديوهات سابقة بالنسبة 2221 وعشرين وعشرين ممكن مثلاً واحد يكون عنده كيز نامبر ولكن دخلين فيه أربعة أو خمسة دي الأعضاء مثلاً الراجل هو مرته وولدته عندهم كيز نامبر واحد ولكن عدد تأشيرات كيز نامبر واحد فهذا الشعر لك تشوفوا هذا الرقم للفوق هذا اللي هنا الفوق كاملين كبارين على الليل تحت فبالتالي عدد تأشيرات هما للفوق وعدد الكيز نامبر هما للتحت مثلاً هنا في أفريقيا 1739 تأشيرات تعطات من أصل 1054 كيز نامبر وتعطى إجراء إداري الواحد وعشرين تأشيرة و 15 كيز نامبر وتعطى إجراء إداري أو التاني ولا رفضوا تحت هذه المادة هذه الـ 401 و 193 كيز نامبر 401 تأشيرة و 193 كيز نامبر فهما الإخوان انسي دو سويد هكذا كذلك دواليك بالنسبة للقارات الأخرين أسيا وأوروبا إلى غير ذلك فهما الإخوان يالله نتمنى التوفيق للجميع ليس هالأمور حيكم الله